صباح النور وأهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا وبكل ما ننضم إلى قسم الأخير من صباح النور لليوم تتصاعد أعداد وفيات فيروس كورونا في تونس بشكل يومي مع تسجيل أرقام قياسية جديدة بعد ارتفاع المعدل اليومي للإصابات والوفيات وسط قلق من انخفاض درجات الحرارة والضغط الكبير على المؤسسات الصحية لظل تزايد الإصابات بين الكوادر الطبية وللحديث أكثر نصدف مباشرة من تونس دكتور سهيل العلويني الإختصاصي في الأمراض الجلثومية وجراحة الأطفال وعضو اللجنة التونسية لمجابهة فيروس كورونا صباح النور دكتور صباح النور وتحيط كل مشاهدين قناة العربي أهلا وسهلا بك دكتور بداية دعنا في الصورة وأخبرنا أكثر عن الواقع الصحي في تونس اليوم طبية الحالة احنا دخلنا الآن في فصل الخريف وعدد الحالات في تصاعد منذ فترة وهذا كان متوقع نوعا ما بعد الصيف معناها بعد نوع من الاستهتار اللي حصل في عامة البلاد والآن تقريبا مع الحالات اللي دخلت من الخارج دخلنا في موجة معناها ارتفاع ثانية الموجة الثانية تقريبا دخلنا فيها حقيقة والعدد في ارتفاع معناها متزايد يوميا وهذا معناها شيء مقلق جدا لأن كنا نتوقع أن يكون معناها في شهر عشر تقريبا الموجة الثانية ولكن يبدو أنها بدأت قبل توقعات نعم يعني دكتور كانت تونس سباقة عربيا في احتواء الموجة الأولى من انتشار الفيروس هو بسرعة كانت الآن عادت الأرقام لترتفع بشكل خيالي تحدثت عن حتى بدء المرحلة الثانية مبكرا غير الاستهتار وربما دخول حالات من الخارج ما هي أسباب هذا الارتفاع في الأعداد هو حقيقة كما قلت هو الآن معناها الارتفاع الحالات بدأ منذ الصيف القرارات التي أخذت في الصيف لفتح الحدود وهذا كان من نوعا ما معناها شيء محتم أن نفتح الحدود ولكن الطريقة التي فتحت بها الحدود كانت نوعا ما فيها نوعا من العشوائية خلينا نقول لأن من صنفت إلى ألوان الناس اللي جاية من خارج الأخضر والبرتقالي والأحمر والأخضر هو اللي جعل معناها كثيرا يدخلون من بلدان كان فيها الفيروس ولكن بدون مراقبة حقيقية ليس لهم تحليل قبل الوصول وكذلك ليس لهم إجباء إلزامية للحجر وهذا جعل أن عدد من الحالات انتشر في تونس في أماكن مختلفة ولم يقع منها التفطن إليها لأنهم لم يعلموا أنهم كانوا مرضى وانتشر الفيروس بالطريقة هذه نهيك على كذلك في نفس الوقت وهذا السبب الأساسي أصلا هو عدم التزام الجميع خلينا نقول بكل الإجراءات الوقائية وكثرت الأعراس والاجتماعات والحفلات وغير ذلك في الصيف مما خل الفيروس موجودا تقريبا في كل أنحاء الجمهورية مع عبو أر حصلت في شهر ثمانية مثل منطقة جابس ومنطقة القيروان والآن مع برد ومع بداية الخريف حقيقة مع الأمطار نسبة العدوى ارتفعت وصار معناها تقريبا انتشار الفيروس في كل أنحاء الجمهورية هذا هو السبب الحقيقي والرئيسي للانتشار العدوى مع أنها العدوى هذه يبدو أنها أقوى من المرحلة الفارطة مرحلة المرحلة الأولى لأن كان وقتها تقريبا معناها نوع من التزام الجميع ويمكن من الخوف ويمكن من فيروس جديد الآن صار نوع من التراخي كثير من الناس لا يريدون أن تحمل معناها الالتزامات التي معناها معها الالتزامات الصحية والبقائية يبدو أنه الآن بدأ من نوع من الوعي يرجع من جديد وبدأ نوع من الوعي للالتزام بالكمامة بالغسل الأيادي بالتباعد الجسدي نتمنى أن يكون هذا الوعي قوي جدا ليكفي انتشار هذا الفيروس نعم دكتور بوصفك عضو اللجنة التونسية لمجابهة فيروس كورونا كيف تعملون على احتواء الوضع الآن مع هذا التفشي والزيادة في الإصابات والوفيات أيضا وكيف تم زيادة إمكانية التحليل لتغطية الكشف عن الإصابات المحتملة هو العموم من الاتجاه من ناحية الصحية البحثة من ناحية وزارة الصحة والمستشفيات وتجهيز كل ما هو ممكن لقبول معناها الحالات التي نسمعها الحالات لها أعراض معناها على مستوات مختلفة ومن ناحية ثالثة توعية المجتمع وهذه معناها حملة قوية جدا للتوعية الآن للالتزام بكل الإجراءات معناها الوقائية والناحية ثانية كذلك تطبيق كل ما هو الإجراءات التي تتمثل في أكثار من الفحوصات على مستوى كل الجمهورية الفحوصات الآن معناها تتجاه عموما للناس لديهم بداية الأعراض أو الذين كانوا في محيط القريب جدا من الأشخاص الذين لهم الأعراض ثم كذلك طبيعة الحال هو فهم الحجر الصحي الإلزامي للأشخاص الذين لهم الأعراض أقل شيء هو أسبوعين الآن وهذا يطبق الآن بكل صرامة لأن الموضوع لا نريد أن ينفلت تماما وكذلك هي المتابعة والعلاج للأشخاص الذين هم في الحجر الصحي أما في البيت والأغلبية هي تقريبا 80% من الناس الذين لهم الأعراض هي أعراض بسيطة أو بدون أعراض كذلك والباقي معناها في المستشفيات والخوف هو أننا نصل إلى حد أن المستشفيات لا تتساعل إلى عدد الحالات التي متوقع أن تأتي في المستقبل نعم يا دكتور تحدثت عن الأول وضع الآن في المستشفيات إضافة إلى ذلك الإصابات الكبيرة في وسط الكوادر الطبية الأسبوعين القادمين سيكونان ربما الأكثر صعوبة لإحتواء ما يحدث طيب دكتور في لقاءات سابقة مع كثير من الأطباء تحدثوا عن عدد الإصابات وعدد الوفيات نتحدث الآن عن عدد أعلى من الوفيات هل لك أنت ضعنا في الصورة أكثر لماذا؟ عدد الوفيات هو صحيح أنه مرتفع مقارنة بالفترة الأولى نعم الموجة الأولى ولكن نسبيا من ناحية الإحصائية نحن في الأعداد التي هي معروفة على مستوى العالم تقريبا معناها بنسبة عدد الحالات الوفيات لا تفوت تقريبا واحد في المية وغالبية الوفيات رحمهم الله لهم أمراض جانبية كما تعلمون معناها هي نسبة الخطورة عند الإنسان الذي له السكري أو أمراض تنفس أو أمراض القلب أو السمنة كذلك هذه تجعل نسبة الوفيات تكون أعلى عند هذه الأشخاص هذوما كذلك في نفس الوقت بدأنا نكتشف أن كثير من الأطباء كذلك أو الممرضين معناها البارح فقط كان لدينا وفاة رحمه الله ودكتور أستاذ في الإنعاش نفس الشيء معناها مرض بالكوفيد وتوفى البارح رحمه الله معناها وهذا شيء مقلق جدا لأن نسبة العدوى عند التاقم الطبي والشبه الطبي مرتفع جدا ولذلك ما نفهم حملة توعية لكل الفريق الطبي والشبه الطبي في المستشفيات لتفادي ارتفاع عدد الحالات لأنه نسميه الجيش الأبيض والجيش الأبيض لازم نحفاظ عليه بالذات في الفترة هذه فترة الموجة والموجة الثانية وهذا الوضع معناها حاليا إن شاء الله معناها يقع السيطرة عليه في أقرب الأوقات نتمنى ذلك دكتور كما تفضلت والآن الجميع عينهم تتوجه نحو انتظار لقاح جديد ربما يخفف من وطق ما نمر به الأعداد تتزايد في العديد من المناطق في العالم ما هي نصائحة خاصة الآن مع تداخل موسم الشتاء وزياد حالات الحساسيات الموسمية والإنفلونزا ما هي نصائحك لكل المتابعين لتجنب الإصابة والوقاية نعم هو شوف أولا ساعة شيء مهم جدا هو الآن اللقاح الموجود هو اللقاح الآن في ونزا والمحبث أن أغلب الناس الذين لهم أمراض جانبية أو فوق سن معين مع فوق الستين أو يشتغلوا كذلك في المجال الصحي الطبي يكون لهم التلقيح لأن التوازي ما بين المرضين ما بين الكورونا فيروس والإنفلونزا له خطورة هذا من ناحية الأولى النصائح الحقيقية التي نعطيها لكل مشاهدين في كل أنحاء العالم العربي هو في حقيقة الحل الوحيد والأنجع الآن لمجابهة هذه الآفة هو الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ونأكد عليها لأنه ليس لنا حل ثاني إلا هذا والإجراءات الوقائية الآن اتضح بالكاشف أن لبس الكمامة في الأماكن المغلقة في المكاتب في المقاهي لك المفتوحين في كل أماكن حتى في البيت لو فيه اجتماع الناس كثير كذلك الغسل الآيادي الاستعمال الجال الهايدروالكوليك التباعد الجسدي بطبيعة الحال محاولة الابتحاد عن بعض حتى في الخار حتى الآن نحن لا ننبس الكمامة في تونس تقريبا في الشارع ولكن عندما يبرد الطاقس معناها يمكن للناس في أكثر سعال أكثر عتاص فهذا يمكن أن ينشر أكثر الفيروس فالنصيحة بصراحة الالتزام بكل إجراءات الوقائية لأنه هي الحل الوحيد الذي في أيدينا الآن إلى أن يأتي علاج آخر وهو المصلة التطعيم ولكن هذا بزال معناها ليس لبوادر موجودة ولكن متاحك سيكون معناها جاهز هذا ليس لنا أي فكرة أو علم إلى الآن نعم يعني دكتور نتمنى لجميع السلامة وإن شاء الله في القريب العاجل نقوم بالصدافة حضرتكم لتخبرنا كيف استطعت تونس أن تهزم الفيروس للمرة الثانية دكتور سهيلا العلويني الاختصاصي في الأمراض الجرثومية شكرا شكرا عفوا نواجي راحة الأطفال وعدو اللجنة التونسية لمجابهة فيروس كورونا شكرا جزيلا لك شكرا 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 شكرا